قصتنا النهاردة عن فرح اللي جزها جاب لها فيتامينز عشان تقويها على الحمل واكتشفت ان الفيتامينز دي حبه بإجهاد والقصة بدأت لما واحد من قريبها جاب لها عريس فرق السن بينها وبينه عشرين سنة قال لهم انه مطلق ورفض يكتب على نفسه أيمان المهم عملوا خطوبة وكاتب كتاب واتجوزوا في ثلاث شهور ويوم كاتب الكتاب بس عارفوا انه مش مطلق وان مراته هي اللي خلعته بعد ما سابها متعلقة ما بقاش بيصرف عليها لا عليها ولا على بناته الاتنين توقف الجوازة على كده منلحق نفسنا لا فرحوا أهلها كملوا وبعد الجواز طلب منها تأجيل الحمل جاب لها حبوب منع الحمل تعبت فرح قررت ان هي توقفها شوية عشان تريح معدتها حصل اللي حصل وبقت حامل تعصب وتنرفز وقال لازم البيبي ده ينزل رفضت فرح قرر ان هو يخدعها جاب لها حبوب وقال لها خدي دي فيتامينات عشان تأويكي خدتها فرح كانت هتموت قعدت في العناية مركزة 15 يوم لما خطته فشلت في ان هو يخليها تنزل الجنين قال لها انا مش عايزك وسبها في بيت أهلها بطل يسأل عليها او حتى يبعت لها اي فلوس لما أهلها جابوا محامي وقعدوا مع جوزها عشان يحلوا الموضوع والدي قال لهم لا انا مش عايز اطلع ترجمة نانسي قنقر